بيبدأ الفيلم مع جاسمين وهي ركبة طيارة من نيويورك ومسافرة لسان فرانسيسكو وبتفضل تتكلم مع الست اللي في الكرسي اللي جنبها عن جزها السابق هال وانها تعرفت عليه في حفلة وعيشت معاه احلى سنين عمرها ولما بينزلوا علشان ياخدوا الشنط بتكمل لها جاسمين انها جاية سان فرانسيسكو علشان تعيش مع اختها جانجر وبتعرفها انها مش اختها وان هم اللي اتنين كانوا في دار ايتام وفيه اسرة واحدة بنتهم هم اللي اتنين ومن ساعتها وهم حاسين انهم اخوات وبتقول لها انها جاية تدور على حياة جديدة هنا وبتتمنى انها تعرف تنسى اللي حصل لهال وبعد شوية بتصل على الشقة بتاع الجانجر وبتلاقي الباب مقفول وما فيش حد جوه فبتتصل عليها وبتعرف انها برا في مشوار وانها سايب المفتاح في الحانة لجنب البيت فبتروح جاسمين تاخد المفتاح وبتدخل الشقة وساعتها بتفتكر لما هال عرض عليها الجواز وكان بيفرجها على البيت اللي هيعيشوا فيه وقال لها ان داني ابنه جاي يعيش معاهم وساعتها جاسمين قالت له انها فرحانة لانها بتحب داني وبتعتبر انه ابنها بالزبط وفعلا بيتجوزوا هم اللي اتنين وبنعرف ان هال كان رجل اعمال وغني جدا واللاتنين بيحضروا حفلات مع صفوة المجتمع وفي الحفلة بتشتغل اغنية الامر الازرق وبيفتكروا هم اللي اتنين ان دي او الاغنية سمعوها مع بعض ومن وقتها وهم بيحبوا بعض بعد كده بنرجع للوقت الحالي وبنشوف جينجر اخت جاسمين وهي رايحة لطليقها اوجي علشان تاخد ولادها ييجوا معاها البيت ويتعرفوا على جاسمين واوجي بيفضل يقول لها جاسمين دي السبب اننا نعيش حياة صعبة بعد ما نصبت علينا واخدت فلوسنا ولولاها كان زمان معانا فلوس وحياتنا مستقرة لكن جينجر بتدفع عن اختها وبتقوله ان جاسمين ملهاش زنب وجزها هو لنصاب واخد الفلوس مننا وفي الاخر هو خد جزاءه وتسجن وانتحر جوا السجن وبتعرفوا ان جاسمين هتفضل اختها ووقت ما هتحتاجها هتلاقيها وفعلا بتاخد الاولاد وبتروحها البيت وبتقابل جاسمين وبترحب بيها وبتستغرب لما بتلاقي شنط جاسمين من ماركة لويبيتون وبتقول لها انا عرفت منك انك بيعتي كل الشنط والمجوهرات والدهب بتاعك والحكومة حجزت على الباقي فبتقول لها جاسمين انا تعودت على الحياة المرفوهة دي او ماينفعش امشي في الشارع بشنط عادية زي الناس كده او بتقول لها ان اخر فلوس كانت معاها جات بيها عالطيارة ورجبت في الدرجة الاولى فبتستغرب جانجر وبتقول لها ليه عملتي كده ماكنت ممكن تركبي درجة اقتصادية وتوفري الفلوس دي معاكي لكن جاسمين بتقول لها مش وقته الكلام ده وانا مش هعرف عيش حياة عادية مرة واحدة بعد ما تعودت عيش في قصر واشتري من برندات او في الوقت ده بتفتكر جانجر زمان لما راحت هي وقوجي جزها زيارة الجاسمين وهال في القصر بتاعهم وكانت جاسمين في الوقت ده بتتعامل معاهم بطريقة وحشة وبتتكبر عليهم ولما عرفت انهم قاعدين في نيويورك المدة اسبوع كان واضح عليها انها متضايقة لدرجة ان جانجر قالت لها اننا فكرنا نقعد معاكو هنا في القصر بس مش عايزين نكون متطفلين فردت عليها جاسمين وقالت لها ان فيه فنادق كويسة ممكن تساعدهم يحجزوا فيها وهال هيبقى يتكفل بالفاتورة كلها وساعتها جانجر حسد بالاحراج وقالت لها انهم كده كده كانوا نويين يحجزوا في فندق وبعد شوية بينزلوا هما الاتنين علشان يعملوا شوبينج وجانجر بتعجبها شنطة غالية جدا فقالت لها جاسمين ان دي هدية منها وهي هتشتريها لها ولما بيرجعوا على البيت بيعودوا كلهم يتكلموا مع بعض وقوجي بيقول لهال انه كسب مبلغ 200 ألف دولار في اليانصيب وبيعرفوا ان عايز يشغل الفلوس دي معاه وساعتها قالت جاسمين ان هال بيبني سلسلة فنادق في جزر الكريبي وممكن ياخد منهم المبلغ ده ويعتبر انه داست سمار ويشوف النسبة بتاعته كام ويديله الأرباح لما الفندق يشتغل لكن اوجي بيقول لها ان دي كل الفلوس اللي معاه واكيد مش هيدخل بيها كلها في مشروع واحد هو مش ضمنه فقال له هال انه هياخد منه الفلوس وهيدخله في مشروع تاني أرباحه مضمونة وسريعة وهيقدر ياخد مكسب منه بسرعة وبعد شوية بينزل اوجي وجانجر علشان يتفسحه في المدينة شوية ولما بيركب العربية بتشوف جانجر ان هال معاه واحدة تانية وبتعرف انه بيخون جاسمين وفي نفس اليوم بالليل بتكون في حفلة في القصرة عند هال وجانجر بتشوف البنت اللي كانت مع هال الصبح في الحفلة ولما بتسأل جاسمين عليها بتقول لها ان دي ريلين وهي صديقتي فبتقول لها جانجر انها وقفة مع هال من أول الحفلة وبتطلب منها تخلي عنيها على هال لكن جاسمين بتقول لها انها بتصق في هال ومستحيل يخونها وكمان بتصق في ريلين وهي متجوزة ومستحيل تعمل كده بعد كده بنرجع للوقت الحالي مرة تانية وبنشوف جاسمين وجانجر وهما ماشيين في الشارع وبيتكلموا عن واحد اسمه تشيلي وده اللي جانجر مرتبط بيه في الوقت الحالي وبتقول لجاسمين انهم بيحبوا بعض وهيتجوزوا قريب وان ولادها بيحبوه وهو كمان بيحبوهم ولما بيروحوا يعودوا معاه بيكون تشيلي جاي بواحد صاحبه وجاسمين بتكون متضايقة منهم هما الاثنين وبتقول ان شكلهم عمال وحياتهم بسيطة وبيفضل تشيلي وصاحبه يحاولوا يتعرفوا على جاسمين وبيقول لها تشيلي ان جانجر بتقول ان جوزك نصاب ودخل السجن وبيقول لها انه عارف عنها كل حاجة من جانجر وانها بتاخد ادوية للاكتئاب وكانت بتتعالج نفسيا وجاسمين بتكون قاعدة متأسرة بكلامهم وحاسة انها متضايقة وانها وصلت للعيشة دي وبيقوموا كلهم يكملوا الاعدة في بيت تشيلي وصاحب تشيلي بيحاول انه يتكلم مع جاسمين ويتعرف عليها لكنها بتصد في كل مرة بيتكلم ولما بيسألها ناوية تعاملي ايه بتقولوا انها سابت الجامعة في اخر سنة علشان تتجوز هال ودلوقتي بتفكر انها ترجع تدرس مرة تانية فبيقول لها انه يعرف دكتور اسنان محتاج موظفة ريسبشن وممكن يساعدها تروح عنده بيت جينجر بيتكلم تشيلي مع جاسمين ان صاحبه عايز ياخد رقامها علشان يكلمها مرة تانية لكنها بتقوله انها محبتهوش ومش عايزة تشوفه تاني بعدها بيدخلوا البيت وجينجر بتسأل جاسمين ايه رأيك في تشيلي فبتقول لها جاسمين انا شايفة انه فاشل وما يستهلش واسلوبه في الكلام مش عجبني وبتعرفها انه هيكون نسخة تانية من اوجي وهي تستاهل راجل احسن منهم هما الاتنين علشان يخرجها من العيشة اللي هي فيها دي لكن جينجر بتكون شايفة ان ما فيش راجل كويس هيبص لها لانها مش حلوة زي جاسمين وبتفضل تقول لها ان جيناتنا مختلفة عن بعض وانتي اجمل مني بس جاسمين بتقول لها ما تلوميش الجينات في حاجة وفكري في نفسك شوية وبيفضل هما الاتن يتكلموا مع بعض لحد ما بتقول جاسمين انها عايزة تشتغل في حاجة من الحاجات اللي بتعرف تعملها وبتقول لجينجر انها طول عمرها زقها حلوة في الشقق والفرش بتاع الفيلل والأصور علشان كده عايزة تشتغل في الدكورات والتصميمات الداخلية لكن المشكلة ان مش معاها فلوس تاخد كرسة او شهادة تشتغل بيهم فبتقول لجينجر انها ممكن تتعلم الكمبيوتر الاول لانها فشلة فيه وبعد كده تاخد الكرسات دي اونلاين لكن جينجر بتكون قلقانة لان هي اللي بتصرف عليها وبتقول لها ان الكرسات دي هتكون مكلفة وانا مش معايا فلوس علشان كده بتقرر جاسمين انها تقبل بوظيفة الاستقبال عند دكتور الأسنان وبتروح تشتغل عنده لكن الموضوع بيكون صعب عليها وحس انها مضغوطة ومش بتعودة عالشغل لكنها بتصمم تكمل في الشغل الصبح وتحضر الكرسات بتاعة الكمبيوتر بالليل وده بيخليها تفتكر العيشة اللي كانت عايشاها في القصر وكان صاحباتها سيدات المجتمع بيجو يزوروها وبتفتكر ان داني اللي كان زي ابنها كان من المتفوقين في جامعة هارفرد وبيكونوا بيحتفلوا بنجاحه في اليوم ده وداني بيقولهم ان الفضل يرجع لبابا اللي ادى محاضرة في الجامعة عن الاقتصاد وازاي تعمل فلوس ومن وقتها وهو مشهور في الجامعة والناس بتحاول تقرب منه بعد كده في الوقت الحالي بنشوف الدكتور وهو بيطلب من جاسمين انه يعزمها على مشروب بعد الشغل وفعلا جاسمين بتوافق وبتروح معاه وبيفضل يقول لها انها جميلة وانه مبسوط انهم شغالين مع بعض بس الجاسمين بتكون مش مركزة معاه وبتفتكر داني لما قرر يسيب البيت بعد ما بابا اتقبض عليه وهي كانت بتجري وراه علشان تقنعه يفضل في البيت لكنه قال لها انه مش هيعرف يروح الجامعة تاني بعد ما كانت الناس بتقرب منه علشان بابا عبقاري الاموال دلوقت الناس كلها شايفة ان بابا نصابه حرامي وبيسيب البيت وبيمشي وفي الوقت الحالي بتكون جاسمين في البيت عند جينجر وبتذكر علشان كرسات الكمبيوتر لكن تشيلي بيكون قاعد في البيت مع جينجر وجايب صحابه وبيتفرجوا على تلفزيون ومعاليين الصوت فبتخرج جاسمين تتكلم معاهم وبتقولهم يوطوا صوتهم شوية علشان عندها حاجات مهمة بتعملها وتشيلي بيقول لها انه تعبان في الشغل طول الاسبوع ومن حقه يفك عن نفسه شوية فبتقول لها جاسمين ان البيت مش مالها ليلي ولو عايز يفك هو وصحابه ممكن يفك برا البيت واسعتها بيفضل تشيلي يبتريع عليها وبيقول لها انه مفيش حاجة اسمها شغلة من البيت وان اللي بتعمليه ده بس شوية كبر من ايام زمان لكن لو بصيتي في الحياة الوقعية دلوقتي هتلاقي انه اختك هي اللي بتصرف عليك وبيطلب من اصحابه يمشوا معاه ويروحوا يعودوا في اي حتة تانية وبعد ما بيمشوا بتفضل جينجر تعتذر لجاسمين وتقول لها ان مش قصدها كل ده يحصل وان تشيلي طيب بس مشكلته انه مش بيعرف يتكلم كويس زي الناس اللي هي بتتعامل معاهم طول عمرها وجاسمين بتفضل تقول لها انت ممكن تلاقي واحد احسن من تشيلي لانه ما يستحقيكيش وتاني يوم بتروح جاسمين عالشغل وبيكون عندها ضغط شغل في اليوم ده وبتخلص متأخر وبعد ما العيادة بتفضل بيروح الدكتور يتكلم معاها وبيقول لها انه معجب بيها وعايزها تخرج معاها لكنها بتقوله انه بيحرجها وهي مش معجبة بيه وبتعرفه انها بس بتشتغل الفترة دي علشان توفر فلوس الكورسات وبعد كده هتشتغل في الديكور لكن الدكتور بيفضل يقرب منها وبيحاول انه يعتدي عليها وساعتها جاسمين بتضربه وبتفضل تعايته وبتقوله انها مش هتيجي الشغل ده تاني وبتمشي وهي منهارة بعدها بتروح على كورس الكمبيوتر وبتحكي لوحدة صاحبتها هناك على اللي حصل وصاحبتها بتقولها انها ممكن تقدم فيه بلاغ بتهمة التحرش وتودي في دهية لكن جاسمين بتقولها انا مش عايزة روح المحكمة تاني وعندي عقدة نفسية منها فبتقولها صاحبتها تفك ومتضيقش نفسها وبتقولها انا وخصيبي توني رايحين حفلة بالليل ممكن تيجي معانا تغيري جو فبتقولها جاسمين ان بقالها كتير جدا مراحتش اي مناسبات ودي هتكون فرصة كويسة وبتطلو منها تجيب جنجر معايها وساعتها بتفتكر جاسمين لما هال عين محامية جديدة اسمها امي وحضروا حفلة كلهم مع بعض وبعد الحفلة حست ان فيه حاجة بين هال وامي وقالت له ان نظراتهم لبعض كانت مش طبيعية طول الحفلة وبتعرفوا ان فيه حد قالها انهم شافهم مع بعض في مطعم لكن هال قالها انهم فعلا كانوا في مطعم علشان عندهم عشاء عمل وبيمضوا عقود مع عميل جديد وبيطمنها ان ما فيش حاجة بينهم وفي الوقت الحالي بنشوف جاسمين وجنجر لما بيروحوا الحفلة وجاسمين بتفضل تقول لها انها هنا ممكن تلاقي راجل يستهلها احسن من تشالي وجنجر فعلا بتبدأ تتحرك في الحفلة لحد ما بتتعرف على راجل اسمه قال بيقول لها انه مهندس صوت والاتنين بيبضلوا يرقصوا مع بعض وبيكون فيه بينهم اعجاب متبادل وفي نفس الوقت بتفضل جاسمين تتمشى هي كمان وبتتعرف على واحد اسمه دوات وبيقول لها انه بيشتغل دبلوماسي في وزارة الخارجية وبيعرفها انه اعجب بيها من اول نظرة ولما بيسألها بتشتغل ايه بتجدب عليه وبتقوله انها مهندسة ديكور فبيقول لها انه اشترى بيت جديد على البحر وعايز مهندسة تعمله كل الديكورات وبيعرفها ان من ساعة ممراته ماتت السنة اللي فاتت وهو عايش لوحده وبيدور على واحدة تعجبه ويتجوزها ويعيش معاها فبتقوله ان هي كمان جزها مات وعايشة لوحدها ولما بيسألها جزها كان بيشتغل ايه بتجدب عليه مرة تانية وبتقوله انه كان جراح فبيطلب منها دوية رقمها علشان يكلمها وتعمله ديكورات بيته الجديد وتاني يوم بيرجعوا جاسمين وجينجر على البيت وبتكون جاسمين مستنية تليفون من داوت وبتقول لجينجر انها ديت له رقم الارضي والموبايل لكن في الوقت ده بيوصلت شيلي وبيفضل يتخنق مع جينجر انها رحت حفلة وتعرفت على راجل هناك وبيقول لها ان صاحبه بيشتغل جارسون وهو اللي قاله وجينجر بتفضل تقوله انه مالوش دعوة بيها وانها هتعمل اللي هي عايزاها واثناء ما هم بيتكلمه بيرن التليفون الارضي فبيروح تشيلي يرد وبيقول اكيد ده الراجل اللي انت عرفتيه علي وبيفضل يشتم فيه وبيقوله ما يتصلش هنا تاني بعدها بيكسر التليفون وبيفضل يقول لجاسمين انت السبب وانت اصلا مش بتحبيني واحنا قبل ما نشوفك كنا كويسين وهنتجوز وبيمشي بعدها وبعد شوية بيتصل دويت على الموبايل بتاع جاسمين وبترد عليه وبتقوله انها كانت مشغولة وممكن حد من المساعدين بتاعها هو اللي رد وبتعرفه ان عندها اجتماع مع عميل مهم في فندق وانه ممكن يعدي ياخدها من هناك وفعلا بيعدي عليها وبياخدها وبيروحوا يتفرجوا على البيت بتاعه وبيكون بيت فخم وجاسمين بتفضل تكذب عليه وبتحكيله عن البيت اللي عملت في ديكورات قبل كده وساعتها دويت بيعترف لها انه بيحبها وعايز يتجوزها وجاسمين بتكون فرحانة جدا وبتوافق وبعد شوية بتروحها لشان تقعد مع ولاد جينجر لان جينجر راحت تقابل قال اللي بيفضلوا يرقصوا مع بعض وهم مبسوطين وولاد جينجر بيفضلوا يقولوا لجاسمين ان مامتهم بتقول عليها مجنونة وانها بتاخد ادوية وجلسات كهرابة وجاسمين بتتأثر بكلامهم وبتفضل تقولهم انها فعلا كانت بتتعالج بعد ما عرفت ان جزها بيخونها وعرف عليها ستات كتير وانها بدأت تاخد المهدقات دي قبل ما يتسجن وبعد شوية بنشوف جينجر في شغلها في السوبر ماركت وتشيلي بيروح لها هناك وبيفضل يعيط وبيقول لها انا لسه بحبك ومش عارف اشيلك من دماغي وبيعرفها ان الشخص الجديد اللي عرفته ده عمره ما هيحبها زيه وجينجر بتطلب منه يمشي وبتقولوا انها مش عايزة فضايح في مكان شغلها لكنه بيفضل يزعق وبيقول لها اكيد جاسمين هي السبب لحد ما بييجي واحد من الموظفين وبياخد تشيلي برا بعدها بترجع جينجر عالبيت وبتقابل جاسمين هناك والاتنين بيكونوا فرحانين علشان جاسمين هتتجوز دويت وجينجر ارتبطت بقال لكن وقتها بتشم جاسمين البرفيوم اللي جينجر حطوه وبتسألها جابته منين فبتقول لها ان قال جابهولها وقال لها ان ده من فرنسا فبتفتكر جاسمين لما كانت قاعدة مع واحدة صاحبتها وكان بيين على جاسمين التوتر وبتقول لها ان فيه فندق في باريس اتصل عليها وقال لها ان جزها هال نيسي الساعة بتاعته الغالية هناك لكن المشكلة ان هال كان قايل لها انه مسافر رحلة عمل في شيكاجو فبتقول لها صاحبتها الناس كلها عارفة ان هال بيخونك مع ستات كتير وانت الوحيدة ما كنتش تعرفي بالموضوع ده وما حدش كان عايز يقولك لانك مش هتصدقي بعد كده بنرجع للوقت الحالي وبنشوف جانجر وهي بتتصل بالتليفون على آل وبتعرف انه قرر ما يكملش معاها علشان مراته عرفت باللي بينهم فبتتصدم لانها ما كانتش تعرف انه متجوز اصلا وبتحس انها مش عارفة تعمل ايه وفي نفس الوقت بيكونوا جاسمين وداوة نازلين ينقوا خاتم الخطوبة وبالصدفة بيقابلوا اوجي طاليق جانجر وبيفضل يقولها ان جوزها النصاب هو السبب في اللي هو في دلوقتي وان هو قابل ابنها داني في محل البيع الالات الموسيقية وهو مش عايز لايفتكرها ولايفتكر بابا وبعد ما بيمشي بيتصدم داوت لانه ما كانش يعرف انها متجوزة نصاب وبيقولها انها كدابة وهو مش هيصق فيها وبيركب العربية وجاسمين بتفضل تقوله ان ده كان زمان وان داني اصلا مش ابني لكن داوت بيقولها انها كان لازم تقوله وهو يختار لان دلوقتي هو شايفها كدابة ونصابة زي جزها وجاسمين بتنهاره وبتقوله ينزلها هنا وبتفتح الباب وبتنزل من العربية وبتفضل وقفة في الشارع تفكر تروح فين لحد ما بتقرر تروح تزور داني في محل الالات الموسيقية اللي بيشتغل فيه واول ما بتشوفه وبتقوله انت سبت هارفرد علشان ده فبيقولها انه مش ناس اللي عملته زمان وانه كان سامع كل حاجة وبيفكرها لما عرفت ان هال بيخنها ووجهته بالخيانة دي وهال ساعتها اعترف وقال لها انه بيفكر يتجوز واحدة تانية ويغيش معاها وساعتها جاسمين انهارت وفضل التعيط وقال لها هال انه هيروح يقعد في فندق كام يوم لحد ما تهدى ويتكلم معاها وساعتها اتصلت جاسمين على المباحث الفيدرالية وبلغت عن هال انه نصاب واعترفت لهم بكل حاجة وهنا بنعرف ان جاسمين هي السبب في سجن هال لما عرفت انه بيخنها وبعد شوية بترجع جاسمين على البيت وبتتفاجئ ان تشيلي في البيت عند جينجر وانهم رجعوا لبعض وجينجر بتفضل تعتذر له وبتقوله انه غلطت لما فكرت تبعد عنه فبينادي تشيلي على جاسمين وبيقولها تيجي تحتفل معاهم لكن جاسمين بتكون حالتها صعبة وبتقولهم ان هما الاتنين ما يستهلوش غير بعض علشان الاتنين ما بيفكروش وبتعرفهم ان هي كده كده هتمشي من البيت دا دلوقتي لانها رايحة تعيش مع دود في بيتهم الجديد وهيتجوزوا فيه وبتنزل جاسمين تقعد في الشارع لوحدها وبتفضل تفكر في كل اللي حصل في حياتها وانها عمالة تكذب على كل الناس علشان تفضل رسما نفسها الحياة اللي كانت عيشاها وبتحس ان حياتها ضوعت منها وبتفضل تفكر ممكن تعمل ايه علشان تصلح حياتها دي وبكده بيكون خلص فيلم النهاردة